أهلاً رمضان أهلاً رمضان يا أهلاً رمضان السلام عليكم أنا محمد غنايم لنفترض أن هناك شخص يستمر دائماً في إحباطك والتقليل منك وأنت في نفس الوقت لا تستطيع منعه من ذلك ودائماً بجلساته وتصرفاته يحاول دائماً إدخالك السجن وتدمير مستقبلك المهم فجأة سمعت أن ذلك الشخص قد سجن فاسترحت منه من جلساته وقد أغلق السجن عليه وحده ثم جاء شخص جيد وبدأ بالتقرب منك ويحثك على الخير ويعطيك أفكار إيجابية لتجعل مستقبلك أفضل هنا سؤال هل ستنتظر الشخص السيء ليخرج من السجن أم تصاحب الشخص الجيد وتمضي في حياتك هذا السؤال جوابه منطقي بالنسبة لك وهو أنني سأصاحب الشخص الجيد ولكن صدقني أن أغلب البشر سيكون اختيارها الشخص السيء مع علمها أنه سيدمر مستقبلها ويدخلها السجن وهنا أصل الحكاية فذلك الشخص السيء هو الشيطان وفي رمضان تصفد وتسجن الشياطين وتغلق أبواب جهنم وتفتح أبواب الجنة وينادي مناديا كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فهل ستنتظر زوار رمضان ليعود لك ذلك الشيطان بوسوساته التي ستدخلك النار لا قدر الله أم ستستغل هذا الشهر لصالحك جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناديا كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة يعني أن الله تعالى في شهر رمضان يحميك من بعض أسباب المعاصي والتي هي الجن والشياطين لذلك يبقى لك أن تجاهد نفسك وتجاهد شياطين الإنس الذين يرغبون أن يضيع عليك صيامك وطاعتك ولله المثل الأعلى لذلك لو قلنا ما هي الأعمال التي يجب أن نفعلها في شهر رمضان لنبدأ من الصيام للصيام خصوصية كبيرة في الإسلام لأنه تستطيع أن تقول أبعد العبادات عن الرياضة لا يستطيع أي أحد أن يراني أو أن يعرف هل أنا صائم أم لا وهناك شيء لفت نظري على السوشيل ميديا تجد أحدهم نشر منشور وكتب في هذا المنشور أنا صائم اليوم ماذا يريد أن أدعو له مثلا؟ بصراحة هذا الشيء لا يعجبني لأنه في الأصل يجب أن تكون العبادة لوجه الله تعالى خالصة لوجهه فقط لا يقصد بها الرياء ولا أن يعجب الناس بهذا العمل أو هذه الطاعة لأنك لا تقوم بها لهم وإنما لله لاحظت أيضا أن بعض الناس يظنون أننا نصوم من أجل الشعور بالفقراء لهذا يتساءلون ما الحكمة من الجوع والعطش مثلا وإذا كنا نصوم من أجل الفقراء والشعور بهم فلماذا يصوم الفقراء إذن؟ الحقيقة أنه إحنا منصوم عشان التقوى والدليل قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تخيل أنك عم تترك أشياء حلال لفترة من الوقت زي الأكل والشرب هذا الشيء رح يساعدك لبعدين أنك تترك أشياء حرام لوجه الله تعالى وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني إذا أنت صمت وبنيتك الأجر والثواب من الله عز وجل رح يغفر لك كل ذنوبك اللي مضت فأنت بكل الأحوال رح تصوم عشان هيك حاول أنك تاخد الأجر كامل وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب صائما ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش يعني عندما تضيع نهارك في رمضان بالنوم وتضيع ليلك بمشاهدة التلفاز والمسلسلات ماذا استفدت من رمضان غير الجوع والعطش أنت فعليا كأنك تنتظر ذلك الشخص السيء ليعود لك من السجن الأمر الثاني الذي يجب أن نقوم به في رمضان هو صلاة التراويح العام الماضي عندما لم نتمكن من صلاة التراويح في المساجد بشكل جماعي المتأكد أن الملايين من المسلمين حول العالم شعروا بحزن شديد ونقص شديد وكأن رمضان هذا السنة ليس كأي رمضان مضى بالرغم من أن أغلبنا صلى في البيت فما رأيك أن تعاهد اليوم على الالتزام بالصلاة في رمضان وبالتحديد صلاة التراويح الأمر الثالث الذي يجب أن تفعله هو الدعاء ولا تنسى الدعاء قبل الإفطار وتذكر أن لك دعوة مستجابة يعني يمكن من الآن أن تكتب قائمة بالأدعية التي ترغب في تحقيقها وتدعو الله عز وجل بها في كل ليلة في هذا الشهر المبارك إذا كنت ترغب في النجاح أو وظيفة معينة أو الزواج أو وظيفة جديدة أو أي شيء فرمضان هو فرصتك لتحقيق ذلك فلا تضيع ولا تنسى من دعائك لعل الله يستجيب لك وهون بنصح البنات بالتحديد والشباب المغتربين أنه ما يضيعوا وقت طويل على الأعمال المنزلية بالذات المطبخ وتحضير الأكل وحاولوا أنكم تخصصوا وقت للعبادة كمان لما تكونوا عم تعملوا هاي الأشياء مثلاً تحضير الأكل تقدروا أنكم تنوو عدة نوايا وتكسبوا أجر أكبر فمثلاً ممكن أنكم تنوو إفطار صائم حتى لو كانوا أهلكم وكمان إدخال السرور على قلب مسلم لأنه أكيد رح يفرحوا بالأكل ولما تكونوا عم تشتغلوا بالبيت من الأعمال اللي جداً سهلة وأجورها عظيمة هي الذكر فحاولوا أنكم تذكروا الله عز وجل كتير وممكن كمان أنكم تسمعوا للقرآن خلال شغلكم وفكرة بسيطة لكنها رح تفرح ناس كتير أنه لما تحضروا أكلكم حاولوا أنه تاخدوا جزء منه وتتصدقوا فيه على المحتاجين تخيلوا قديش الأجر رح تاخدوا كصدقة وكمان إدخال السرور عليهم بالطبع موضوع إفطار الصائم هو أمر مهم جداً فتفطير الصائم هي من أعمال الخير الجميلة والتي لا نراها دائماً وإنما نراها فقط في رمضان على عكس باقي الشهور السنة الأخرى سواء بالثمر والماء في المساجد أو على الطرقات أو حتى بوجبات كاملة وهذا من جمال الدين الإسلامي الذي يعلمنا المشاركة وفعل الخير وإدخال الصرور على قلوب الناس في هذه النقطة أذكر قصة كانت تحدثني بها جدتي سابقاً أن بائعاً للسمك كان لعنده امرأة ترغب في شراء السمك منه ولكنها لا تملك ذلك القدر من المال الذي يكفيها لشراء ذلك القدر من السمك فلكن البائعة لاحظ ذلك فأعطاها ما ترغب من السمك دون أن يأخذ مقابله من المال فدعت له تلك السيدة أن يحج فأقسم ذلك الرجل أنه بالفعل على مدة 12 عام يحج كل سنة وأن الله عز وجل وسع له في رزقه بطريقة هو لا يكاد يستوعبها أو يعرفها بالضبط فصدق أمر كبير جداً فلا تنسوا هذا الفعل العظيم في هذا الشهر المبارك أيضاً طيب لو سألنا كيف نتغلب على شعور التعب في شهر رمضان؟ بهاي النقطة في نصحة نبوية مهمة وهي الالتزام بالسحور في كتير ناس ما بتهتم أنها تصحى تتسحر قبل صلاة الفجر مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة فإنتوا لما تتسحروا تقدروا أنكم تنوى نية الالتزام بسند الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تاخدوا أجر أكبر وكمان نية أنكم تتقووا على الصيام وعلى العبادات في نهار رمضان وبالنسبة لوقت الإفطار فحاولوا أنكم ما تتألوا أكل قبل صلاة الترويح لأن هذا الشيء رح خليكم تحسوا بالكسل والخمول وبعد الصلاة ممكن أنكم تأكلوا الأشياء اللي حابينها بس برضو بدون تخبيص عشان ما تندموا بنهاية شهر رمضان على الوزن الزايد اللي رح يكون صار عندكم وتذكروا أنه أعظم الانتصارات بتاريخ المسلمين كانت بشهر رمضان وهذا يعني أنه رمضان مو شهر للكسل والخمول بالعكس هو شهر للعمل وبتعرفوا مقولة اتعب الآن حتى ترتاح غدا هاي تماما بتنطبئ على رمضان اتعبوا اجتهد في رمضان عشان ترتاح لبقية العمر في النهاية نتمنى لكم مجتمعين صياما مقبولا وإفطارا شهيا شاركني برايا في مكان التعليقات وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به وتمتم في أمن الله في الأربعانيات من القرن الماضي قرر مجموعة من العلماء الروس خلال الحرب العالمية الثانية إجراء تجربة علمية سميت وقتها بالتجربة المحرمة جلبوا خمسة من السجناء السياسيين في ذلك الوقت وكان الهدف من التجربة إفقائه المستيقظين لمدة 30 يوم بدون نوم حتى قم أحدهم بالصراخ بشكل مستمر حتى تقطعت أحباله الصوتية أصر بقية السجناء على إكمال التجربة وهكذا تسجل بمنصة باس اضغط الرابط الموجود أسفل المقطع ثم قم بتحميل التطبيق ثم افتح التطبيق وأدخل معلوماتك الشخصية اكد أن ترى إشعار التفعيل بجانب اسمي وأهلا وسهلا بك كما كتبت لك مسبقا أيها الجميل ترجمة نانسي قنقر